ما حكم قال لعب كرة الغدم بتاع النساء والله يا اخواننا بيجت في حاجات في المجتمع ده ما تعرفين تتعبر عنها كيف تضحك ولا تبكي زاته يا ناس نحنا مشكلة البلد دي اللي عم بيجت كرة النسوان بس نحنا خلاص وصلنا الى الطرف المعرفي والطرف الدنيوي في الاكل والشراء والصحة والتعليم بس فضلينا نسوان ده يلعبوا كرة ده الفضلينا يا ناس احنا ما لاقين موصلات نركب يا ناس المجتمع لاسه ما قادر يتعلم كويس ونعيش كويس فضلينا بس نلعب النسوان كرة وده موضوعنا والتو زماني انا متكلم عن علمانين اللي الان فرحانين جدا وخلاص كونه يعني لعبوا النسوان الكرة ونافسوا بين عالميا كأنهم هم حققوا غاية الامان الكم بيفتغد الشعب السوداني وبناديبها كله يا ناس ما كنتوا يتو بتنادوا بين مطالب قبل يومين ثلاثة بتنادوا بين مطالب وحق الشهدة ودم الشهدة والتعليم اللي ضاع ومشروع الجزيرة وما تعرف ناس كجبار وما تعرف قضايا الهامش وناس زارفور خلاص اتحلت كلها كلها تحلت بقينا نحن في نسوان نلعبا كورة ده موضوعنا هو رجال نسوشنو نحن الكورة دي قول قول كورت النسوان حلال وكورت الرجال حلال هو رجال نسوشنو لما انت جيب لنا النسوان كمان يا ناس يا خالك الله ده سمستوى بتاعني خاش ان اخش في مواضع زي دي ما في زول اطلاقا حيجي يقول لك حتى ولو شارب ستة جرد المريسة لا يمكن يقول لك ده شي بجوز ومشروع وبليق بالمرأة يا اخي الكفار الراس عديد البناد بمساواة الرجل بالمرأة حقيقة هم كفار دي لا اجزاتهم الآن ما عندهم مساواة حقيقية بين الراجل والمرأة في المسائل دي هل الان الاتيام الكبير البالشاهدة انت بتاعة الكورة الناس يقول لك شنو الريال وعارف شنو الاتيام الكبير دي هل في تيم بتاع نساء في نسوان ويصلا كده فوق في تيم مختلط نسوان الرجال مع بعض ما بيقدروا ليه لانه هم مقتنعين عمليا ان الرجل ليس كالمرأة والمرأة ليست كالرجل بيختلفوا بعدين يا ناس نحن الآن ما بيصدد إطلاقا مناقشة قضايا زي دي في مجتمعنا ولا طرحة إلا من باب تغبيش عقول الناس وشغلهم لقضايا انصرافية بس دا الموضوع دا اشغلوا الناس لقضايا انصرافية ومن طعنهم في الدين ولعبهم بالدين شاء الناس ما ننتبهوا له ويبقى المجتمع غارق في الشهوات يعني الناس بيمشوا عشان يحضروا الكورة ما عشر الكورة حتى لو كنا حضوروا الكورة حلالة بيحضروا الكورة ما عشر الكورة عشان حاجات ثانية صح ولا ما صح دي بلاوة يا ناس اتغوا الله اتغوا الله هو عليك الله الرجالة اللابسين شورت ديلت لقير تعاين فيهم خليك همان مرأة لابسة لاش شورت يا ناس الكلام دا كيف وقف صايد وديك واحدة جارية بهناك والحكم ذاته مرأة وترفع يدها فوق كارت حمر وكارتص يا ناس اتغوا الله يا ناس الشغلة دي ما بتجي والله بالطريقة دي فالله المستعان الواحد ما عارف يعلق يقول شنو الله المستعان يا اخي نحنا دايرين حاجة تخدم بلدنا زي ما قلتوا جيتوا بتنادوا بخدمة البلد نحنا دايرين شي يخدمنا الليلة إذا كان طرحت مسألة النسوان وكورتهم اثنين واحد جيتكلم قال نحنا مسألة النه الراجل شهدت الراجل وشهدت المرأة يكونوا بيختلفوا دي احنا ما دارينها دارينها ساوي بناتهم قول خالفنا كلام ربنا اه وتجرأنا على الله والعياذ بالله وعملناه هل نحنا في بلدنا ومطالبنا الحياتية المحتاجة لها نحنا حنعالج حاجة هل في حال يخواننا بمعصية ربنا هل نحنا دارين لنا خير بانه نعصي ربنا سبحانه وتعالى يا اخي ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء نحنا بلا الزنوب والمعاصي والبلاوي ما في شيء كجر علينا البلد والبلد ما في شيء ازاهة الا الزنوب والمعاصي لكن نحنا نجي بدل نعالج نزيد زيادة الكلام ده ما بيجيها ناس والله المستعان اشتركوا في القناة